نهارده أرسنل في قمة الدول الإنجليزي فاز على مانشستر يونايتد 3-2 كانت المباراة 2-2 أرسنل في الشوت التاني دخل هجم على مانشستر يونايتد هجمة وحشة قوي قدر يسجل الهدف الثالث في ديئة 90 عشان أرسنل يحافظ على الصدارة ويبعد أكتر به صدارة الجدول الدولي الإنجليزي الممتاز يعني الأداء النهارده المباراة كانت حلوة بشكل عام بشكل عام وأرسنل السنة دي شكله على الدوري ناوي وارتتة مدرب رائع جدا وكبير جدا بالمناسبة مانشستر سيتي النهارده كمان أمام ويلفر هامتون فاز 3-0 بهاترك لهالند كالعادة يعني مانشستر سيتي مرماش لسه المنديل ولسه مكمل منافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في حاجة على أهمش هذه المباراة أعيز أتكلم مع حضراتكم فيها قبل ما أخذ مدخلة مهمة معايا دلوقتي النهارده مباراة منشستر نايتد وأرسنل أرسنل ومنشستر نايتد كانت أول مباراة في تاريخ الدولي الإنجليزي أو في تاريخ كرة القدم بشكل عام تزاع عبر التلفزيون عبر التلفزيون بتقنية 3-D أول مباراة في التاريخ تزاع بتقنية 3-D على التلفزيون هما عملوا الفكرة دي في السينيمات في إنجلترا بس أول مرة أول مرة المباراة تزاع على التلفزيون قناة Sky 3-D هي اللي زعت المباراة اللي بتزيع الدول الإنجليزي في بريطانيا وزعت المباراة بالتقنية دي انت عارف يعني إيه تتفرج على مباراة كرة 3-D وانت عارف في البيت أنا عارف إن مش كل الناس عارفة تقنية 3-D بس 3-D ده هيخليك جوة المباراة تلبس نظرة كده وتبقى جوة المباراة يعني إيه قاعد جوة المباراة عشان برضا بحاول أوصفها أكتر للناس ما تعرفش تقنية 3-D يعني فيه لعيب عامل تاكلينج في واحد ودخل بسرعة كده وعمل تاكلينجام ده لوزها اللي بيحصلوا في الدول الإنجليزي دي هتلاقي الستارزي بتعريجله قريبة من وشك الكرة قريبة الشاط هتلاقي قريبة من وشك انت جوة الملعب مش في المدرج انت جوة أرض الملعب انت عايش الحالة والمطر جوة النجيلة يعني إيه مش عايزة قارن وبصراحة عشان برضو إيه هتلاقي واحد اللقات بيقولك إيه وحنا مش عارف بنعمل إيه ما هي برضو محتاجة شوية شغل كتير يعني محتاجة أولا تلفزيونات تلفزيونات أصلا يعني ما عنديش تلفزيون بيطبق تقنية 3D دي بس عايز تلفزيونات الناس كلها بيعندها تلفزيونات 3D أو عدد كبير من الناس وعايزة تطوير في التصوير وعايزة تطوير في الملاعب وعايزة حاجات كتيرة قوي عشان نوصلها مش بقولني احنا لازم نوصلها بكرة وشوفها عاملوا إيه وإحنا نعملوا إيه بس بقولك إن الدنيا عملا تجري جنبنا بتجري بتجري مش بتجري بتطير زي الساروخ زي الساروخ فناخد خطواتنا بس ناخد خطواتنا نقرب شوية لحد ما نوصل للمرحلة دي إن شاء الله